كده. هنفتحها ناخد منها البزور بتاعتها. البزور ممكن ناخدها من صمر على طول نزرعها. وممكن نخليها ايه يوم تنشف زي كده. ونزرعها. تمام? طيب. انا عندنا الفلفل الوان عندنا نعين لون اصفر ولون احفر. ممكن ناخد البزر من دية. وناخد من التانية ونزرعهم مع بعض. الطريقة ازاي بقى? هنفتح صامرة الفلفل. هناخد منها البزور بتاعتها اللي هي دية. لونتو شاكين. البزور دي. وبعد ما ناخد البزور منها بنسيبها يوم واحد او ممكن نزرعها على هو. فهنجهز القصيس الاول وبعد كده بقى نزرع. نشوف طريقة الزراعة ازاي? القصيس عندنا هنا اول قصيس. ممكن تجيبه من اي ده جرد الجبنة بيفضى. بعد نسبة مركة ماروش لازمها ويبيعه بالكيلو. ممكن تستغل الموضوع ده وتستغل منه. القصيس ممكن يعمله تلاتة جنيه اربعة جنيه بالكتر او. وحاجة مضيفة وتستحمل وتعيش معها. تخسي لها غسلة مضيفة بالماء والصابون. وتسيبها يوم تنشف وبعد ما تنشف بتروح مجهزها للزراعة. ازاي من جهازها للزراعة احنا بنعمل ايه? نكون مجهزين التربة بتاعتنا. انا بس اعمل التربة طييمية بس. التربة زي دي كده. طيب قبل التربة طييمة. طيب قبل التربة طييمة هنعمل فتحة في السرطة في القصيس. ازاي? نجيب القصيس كده. طريق دي كده. ونعمل خرم هنا كده. يعني نخلي من فتحة حوالي تاتة سنتي ومن فوق بنعمل ايه? الخرم. والطريقة دي كده. طيب. محتاجين لخرطوم الصرف. الخرطوم ده وبيتباع عند اي حد بتاعها ده دبويات. والخرطوم لا بيتدوت اللي قدام ده ده ما بيخش في الجردل ما بيصربش مية. وانو اطوله بخرطوم لا بيهد دواء. هنعمله بالطريقة دي كده. كده احنا ركبنا فتحة الصرف في القصيس. وهم جدا فتحة الصرف. احنا ممكن نخليها لفوق كده. قاس ان هي ايه? لو المية زيادة ممكن نروح من نزلين القصيس لتحت كده. هنزل المية بتاعها. مية كتير. نتخلص منها باسرع وقت. وممكن نعمل الفتحة نخليها فتحة كده والتي تبصليت ببعض. انا عن نفسي بخلي اتنين لان انا عند اقصص كتير فانت لعندك قصص واحد بتعمله بالطريقة دي كده. رويت والحديثة المية كتير بعد بعد سعتين بعد ثلاثة بعد خمسة بتروح منزل الخرطوم لتحت بالطريقة دي كده. هيروح منزل المية. فجازنا للزراعة هنعمل ايه بقى? هنبدأ نملأ تربة. كده القصيس ملأ معانا تربة. هنريدين نحط له ماء. نشرك الماء ذا دا كده ونملأ معانا تربة ونعمل الفتحة للقصيس. عشان ما يتطلع منتزل من فوق تنزل على فتحة. مركب دي فاكل. عشان ما ما تنزلش منه. طيب طريقة ازاي? طيب الماء هنا هيت. نخلص نعمل نقها. بهزم القصيس. ممكن نحط له كمان شوية تربة. كده القصيس ملأ مية. نخد ان احنا بنقعد ايه? نقعد على الاقل خالص نسيبه ساعتين على ما الماء اللي فيه تنزل. انا هنزل الماء في اسرع وقت. عشان ما نضع شوية ونزرع على طول. أروف بها نبيا. مضوع عشان ما نضع شوية لحضاري. سعطة جلق لحضاري. سعطة جلق الوصف. جلد الفتحة سعطة جلق التفعوية. نظر الرقم من البلاد. جلق العشان ما نحضاري. يجهزنا التربة ويجهزناها للمساعدة طلع على نابل الزراعة عندنا الففل الألوان عودة. شعبين الطرقية دي كده. دي بزور الففل الألوان. دي بزور الففل الألوان. بنعملها ازاي? كده على سطح القصيص وننصورها بالطرقية دي. نصورها على سطح القصيص بالطرقية دي. احنا في الشتاء ممكن البزور بتقعد عشرة خمستاشر يوم على ما تنبت. لان الفلفل نباس صيفي. بيحب الحرارة. فاحنا بنزرع دلوقتي النهاردة ونخد نفس شهر اتنين ايه من خمسة اتنين او ستة اتنين عشرين عشرين. فلسه برضو الجو برد. فبعد ما نخلص زراعة الففل الألوان بنسيبه خمستاشر يوم ونخليه في الشمس. ما عندنا الشمس بنحطه في ايه? بنغطي القصيص بكيس. كيس يكون شفاف وكيس يكون قبيل. كده زراعنا اوة. انتم شايفين? بزور مزروعة هي. زرعي. كلها نعملها وبعد كده هنغطيها بطبقة بسيطة من الطرقية. الطبقة خفيفة خالص من الطرقية. عشان تتفعل مع بعضها. بتبدأ البزور زي ما يقوله ايه? بالفلاحة تشتغل. اتنا غطينا في القصيص هوات بالتراب بتاعه. نجيب البخاخة بقى. في الطرقية دي كده ونرش شوية مية على ايه على شفقة التربة. مية بطيطة خالص. عشان نغطيها. طيب. ده كده الفلفل الالوان الاحمر. احنا عايزين بقى نزرع الفلفل الالوان نفس الطريقة بنفس الفكرة. نجيب البزورة هي. ونفضيها في حاجة. نفضيها في حاجة بالطريقة دي كده البزورية. ارض الفلفل او طمرة الفلفل ممكن تعمل لك من مية مية وخمسين عود. انت عندي فكرة ممكن انك تزرع عندك واي حد من قريبك اي حد من حبيبك التوزع عليشها تلات فلفل هيبقى فرحة بها جدا. ان انت مش محتاج كل الكمية ده انت كل محتاجه مثلا شغطين تلاتة اربعة بالكتير قوي. عشان ايه يعملوا معك. الفلفل الالوان بيقعد مية وعشرين يوم على ما هيتدى الصمرة تقود منها الصمرة لهم. يعني احنا بنزرع في بادر دلوقتي عشان هيخش علينا شهر مارس وشهر ابريل. فشهر مارس في ابريل ده موعد يعني بدأ يبقى فيه يدفى. فالازهار والنباتات بتكبر في التوقيت ده. فاحنا نستغل الفترة بدلا ما نستنى شهر اتني شهر تلاتة وشهر اربعة عشان نزرع نستغل الفترة دي ان احنا يكون عندنا اشهر تلات. اشهر تلات دي مع الوقت هتكبر. تكبر مع نا. وما نضيعش وقت. فيخش عليها الصيف. دات الحرارة يعني. هتلاقي ايه? بدأ تكبر باسرع. فاحنا هتستغلين من الوقت ان احنا هنستغل شهرين بدري نزرع فيه. والفكرة ان احنا عشان النبات يبقى سريع في النمو هنغطي القصيص بكيس ابيض ونخليه في الشمس. ما في الشمس بكيس فيه شمس نخليه في الشمس على طول. ده جده الفلفل ايه? الاصفر. هنسيبه. سيبه يوم. سيبه يوم في قلب الهوى. ينشف وبعد ينشف بالنزرع. نفس القصة الفلفل الاحمر انا هو. الاحمر بنفضيه بنفس الطريقة بناخد البزور بدعته بنفس الطريقة وبنزرع. البزور زي ما انتم شايفين بتطلع بسهولة جدا. دي البزور اللي ممكن اللي انت بتزرعها. بس انت لما تختار صامرة فلفل اختار صامرة فلفل تكون كبيرة ولونها احمر. يعني كون كبيرة ولونها احمر لونها اصفر يكون اللون بتاعها داكن. بالطريقة دي كزا. لون داكن مش لون فاتح. اللي انت هتزرع منه هو اللي هتطلع لك. فوق بقى احمر اصفر اخدر اللي هتزرع منه نفس الطعم ونفس اللون اللي هتاخده من الفلفل بعد عند زراعة. بعد ما اطلع معك. هنا كده خدت بزور الفلفل. بزور الفلفل يعني بكميات كمية كبيرة جدا جدا جوا. لسه ما خلصتهاش كمان. البزور دي ممكن لما تزرعها عندك في البيت هتطلع بكمياتك ممكن توزعها على حبائبك على اثنانك على اهلك. اللي انت بالنسب تحبوهم بعد ما اطلعوش هتلاك تباه ديها جميلة يعني. فكرة جات في دماغ قلت ايه? اقول لكم عليه. كده زرعنا الفلفل الالوان. بالطرية دي كده. وخلصناه. افتحه ازاي? بنفتحه بكده. فكرة نفتح كده. ناخد البزور منه. احنا مش هستغلها في حاجة تستغل دي ممكن تخسلها وتخلها. آآ براحتك بقى انت انت هور. نرجع ليه للتاني حاجة اللي هي البصل. البصل دوت بتجيب ربط بصل من من السوق. اي ربط البصل من السوق. بتبقى بجنيه. هتجيب البصلاية. تلاقيها مربوطة بالطرية دي كده هتطلعها من الدربات بتاعها. الربطة دي بجنيه فيهم. كنت تلاقي اصغر من دوت. يعني لو اصغر يبقى افضل واحسن ليه. هتعمل ايه? هتروح جايب بالطرية دي كده. وقاطع. كده. بقى البصل عندي بالطرية دي كده. هعمل ايه? هشوف قصيص. اي قصيص يكون جاهز عندي. ما كنوا جاهزوا من قبلها. وكل اللي اعمله ايه? اعمل خفرة بسيطة جدا للبصل. واحطه بالطرية دي كده. شايفين ازاي? بالطرية دي كده. احط بقى بصل. احط اتنين. اوزع بين. احط بين البصل. اه فرض شرط يكون بين البصل وبعد. على الاقل خالص عشرة سنتي. خمستاشر سنتي. خمسة سنتي. عشان البصل بيكبر جدل بتاع بيك. خلصت ازراعة من البصل. يعني الاصيس انا بخش على كل رقم. احط فيه بصلاتي. بالطرية دي كده. تكون التربة مروية قبلها بيوم على القلب. بكون تريد. كده البصل الزرع عربة بصلاتكم. بعد ما خلص بروح ارشع عليه شوية ماء. واسيب. هيعد بقى الفترة بتاعته والزرع. قد البصل هو تتتزرع. وادي الفلفل سرعنا. طب انتو احتاجين ايه تاني? الله ام صلى عالنبي. احنا هنا عندنا لو انتم شايفين عندنا هنا طماطن مزرعة هيات حمرة. طماطن جاهزة. وعندنا فلفل اهوة دي انتو عارفينه. ادي فلفل اهو. مزرعة في القصص بتاعه. تمام? فلفل حاجة جميلة. والنعناء اللي الزرعناه من ربط اتنعناء اهو. طالع اهو. الزراعة حاجة سهلة جدا بس انت تكون عندك صبر لان الزراعة بتحديد الصمت. تمام تشوفيها احنا عندنا ربط تطاقاته هي. مزرعة في القول دا حاجة مو كنت تحتاجات.